ملتقى مبادرات للتربية الخاصة في نسخته الأولى هو انطلاقة لعطاء مميز ومحفز لمهارات معلمي التربية الخاصة على الإبداع والابتكار ودعوة لاستخدام أساليب ابتكارية للنهوض بالعمل ببرامج التربية الخاصة في البيئة المدرسية والمجتمع حرصا من دائرة التربية الخاصة والتعلم المستمر على بناء جيل ومعلمين قائدين في الحياة يستطيعون أن يعملوا مبادرات في المستقبل لأنهم خذوا خبرة في هذا المجال أشكر دائرتي كل الشكر على هذا الملتقى على هذه الفرصة التي قدموها لنا نحن كمعلمين كي نساعد في بناء طلبة وجيل سليم ومن بين المبادرات التي تم استعراضها في مجال التربية الخاصة مبادرة أمي معلمتي ومبادرة لست وحدي ومبادرة كوني صديقتي أما في مجال صعوبات التعلم مبادرة الحقيبة التعليمية ومبادرة أنا تقني المبادرة تسعى إلى توعية ونشر ثقافة فئات التربية الخاصة وصف الدمج بالمدرسة وما أهميته للمجتمع ولبيئة المدرسة وتستهدف برامج التربية الخاصة طلبا من ذوي الذكاء العادي وفوق العادي الذين يعانون من مشكلات في التعلم وتعثر في الدراسة ويحتاجون إلى تدخل تربوي فردي يحافظ على بقائهم في مقاعدهم دراسية ويمنع تسربهم منها عدة مبادرات تم طرحها من قبل المعلمين المختصين في ملتقى المبادرات للتربية الخاصة وذلك لتطبيق استراتيجيات جديدة في برامج التربية الخاصة من محافظة مسندم للولاية خصب عقيل بن عماد الكمالي